شرح كتالوج شهر واحد كل سنة وانتوا طيبين وسنة سعيدة عليكوا جميعا خلونا نشوف أوريفلين منزللنا ايه في شهر يناير اول حاجة معانا الشهر ده هو بيرفكت فيوجين كريم اساس جديد حلو جدا بعامل حماية 25 كريم الاساس الجديد ده مناسب لجميع انواع البشرة معادة البشرة الدهنية اللي فيها مشاكل بيرطب البشرة جدا بيحافظ على التوازن بتاع البشرة والترتيب بتاع البشرة كمان كريم الاساس ده فيه ميزة حلوة قوي بيخفيلك كل العيوب اللي موجودة في البشرة من غير ما تحسي ان فيه طبقة او طبقة كريم اساس على البشرة فهو طبقة خفيفة من كريم الاساس نازل منه ألوان حلوة جدا يمكن من أحلى الألوان اللي نازلة هو الروز بيج لو انت بشرتك لونها بيج ونفسك تديها لون روز شوية او بشرتك شحبة او مسفرة لو استخدمتي الروز بيج اللي هي الدرجة دي هتديكي لون حلوة قوي لبشرتك لانها هتديكي درجة على روز اكتر تاني حاجة معانا لشهر ده هي مجموعة الروجات هو مش بس روج هو روج وزبدة كاكاو في نفس الوقت هو بيطري الشفايف وبينعمها طبعا احنا في الشتاء محتاجين لترتيب للشفايف اكتر من اي وقت تاني لانه دايما في الشتاء الشفايف بتشقق وبتبقى محتاجة الترتيب العالي ففي نفس الوقت احنا عندنا هنا المنطقة اللي جوه الحتة اللي جوه دي هي اللي فيها الترتيب اما الحتة اللي برا فهي اللي فيها اللون عندنا تلات الوان التلات الوان كلها الوان ناترل الوان طبيعية وفي نفس الوقت الروج ده في عامل حماية تمانية فهو بيحمي الشفايف من اشعة الشمس الضرة بيرطب الشفايف وبيديها لون خفيف very natural او طبيعي جدا البيوكلينك مش من الحاجات الجديدة هو من الحاجات القديمة لكن من الكريمات الحلوة جدا بنقول عليه البيوكلينك طب تجميلي لو انتي بتعاني من بقع غمقة كتيرة في بشرتك بقع نتيجة كلف نتيجة قصر حبوب قديمة نتيجة الشمس تعرض كتير للشمس عملك بقع لو استخدمتي البيوكلينك ده حيفتح لك البقع دي مع الوقت الكورس ده محتاج 28 يوم علشان تقداري تفتحي البشرة بنستخدم الصبح الكريم بتاع النهار وفي عامل حماية 45 فهو بيحمي كمان بشرتك من اشعة الشمس الضر اما بالليل بعد ما بنظف البشرة بنستخدم الكريم بتاع الليل اللي هو الأسنس بتاع الليل وده بيتحط على البشرة كل يوم بالليل وده بيساعد على تجديد خلايا البشرة مع الوقت وبعد 28 يوم هتحسي بفرق حلو جدا في بشرتك مجموعة الإي كولوجين برضو مش من المجموعات الجديدة لكن الشهر ده منزلالنا الإي كولوجين الوايدنينج اللي بيفتح البشرة المجموعة دي مناسبة لسن 35 سنة فما فوق المجموعة دي بتعمل حاجتين بتفتح البشرة وفي نفس الوقت بتعالج التجعيد بتاعة البشرة لأنها بتخلي البشرة بتحفز البشرة إنها تنتج الكولوجين مرة تانية المجموعة دي فيها إيه؟ عندي أول حاجة الفلود بتاع سائل النهار السائل النهار ده بعامل حماية 30 تقدري لو أنت بشرة دهنية بتستخدميه لوحده أما لو أنت بشرة جفة وطبعا وإحنا في الشتاء حيفضل إنك تستخدمي معاه الكريم النهار بتاعك لأنه هو مش حيديكي الترتيب الكافي هو حيفتح لون البشرة هو حيزود البشرة بالكولوجين لكن كونك لو أنت بشرة جفة حتحتاجي ترتيب أعلى في فترة الشتاء إنما لو إحنا في الصيف تقدري تستخدميه لوحده أما بالنسبة للبشرة الدهنية فهو مناسب جدا للبشرة الدهنية كمان عندي النايت أسنس ده برضو كريم الليل بتاعي خفيف وزي ما قلنا برضو مناسب للبشرة الدهنية لو بشرتك جفة يفضل إنك تستخدمي كريم الليل بتاعك فيه كمان كريم العين كريم العين هنا بيفتح منطقة حوالين العين خصوصا لو في حد بيعاني من حرق مثلا تلاسع مثلا من الشمس وعملت له بقعة وريبة قوي من عينه الكريم ده حيبقى مناسب جدا للتفتيح منطقة حوالين العين وفي نفس الوقت حيزود منطقة حوالين العين بالكولوجين فلو انت بتعاني من التجاعد الخفيفة الرفيع فده حيساعد على إنه يخلصك منها جورداني جولد عندنا الشهر ده منزلنا حاجتين حلوين جدا الميكوب بيز والأدابتف فاونديشن الميكوب بيز ده تقدر تستخدميه بكذا طريقة تقدر تستخدميه قبل كريم الأساس على البشرة كلها أو تقدر تستخدميه بعد كريم الأساس على مناطق تفتيح البشرة اللي هي منطقة تحت العين ومنطقة فوسط القورة المناطق دي بنسميها مناطق التفتيح وده بيدي نضارة وإشراقة للبشرة تقدر تختاري الدرجة المناسبة ليكي وفي نفس الوقت الأدابتف فاونديشن ده مناسب لجميع أنواع البشرة وبيعمل تغطية كاملة مناسب قوي لو أنت عندك بقع بين قوي في وشك لو أنت عندك حاجات عايزة تداريها في وشك فهيبقى مناسب جدا الأدابتف فاونديشن لأنه بيعمل طبقة بتداري كل العيوب اللي موجودة في البشرة أو بتخفي كل العيوب اللي موجودة في البشرة كمان عندنا الشهر ده من الحاجات الجديدة الليب أدكت وده نازل من مجموعة الفاري مي كلها ألوان حلوة جدا ألوان مناسبة يمكن مجموعة الفاري مي بتبقى دايما مناسبة أكتر للسن الصغير 18-20 وفما فوق فهي مجموعة حلوة قوي خفيفة سعرها حلوة تقدر يتخدي منها كذا لون لأن ألوانها كلها حلوة جدا هتعمل إيه المجموعة دي؟ هتديكي لون هتديكي لماعان للشفايف وهتديكي ترتيب حلو برضو للشفايف بتاعتك عندنا كمان الشهر ده إكلا وبردايز بحجم صغير مناسب قوي إن أنت تحطيه في شانتتك مناسب إن أنت تديه هدية لأي حد أنت بتحبيها ممكن تديه هدية صغيرة لطيفة فهي عندنا الاتنين دولة حلوين جدا برضو الشهر ده وآخر حاجة معانا الشهر ده هو الوالكم بروجرام الوالكم بروجرام منزلنا الشهر ده حاجة حلوة جدا منزلنا تلات حاجات منزلنا كلها حاجات نقدر نعمل بيها السموكي آيز تقدروا برضو تتفرجوا على الفيديو علشان تشوفوا وتفهموا أكتر إزاي بنستخدم كل حاجة من الحاجات ده طبعا الألم الأسود باستخدمه جوه العين ده لو أنا عينية واسعة أما لو عينية ديقة فباخد بس كورنر العين الخارجي وبكمل بقية العين باللون الأبيض كمان عندنا الايلينر اللي بنستخدمه فوق العين ممكن أعمله خط رفيع أو أعمله خط عريض أو حتى بعد لما أعمل الخط العريض بالفرشة بتاعتي أسيح الخط العريض ده وأعمل بيه السموكي آيز أو الشكل المفحم اللي فوق العين وآخر حاجة عندي المسكرة التو أف أكس عندي الناحية اللي بتديني فوليوم وكسافة للرموش وعندي الناحية اللي بتديني طول لو أنت عايزة تدي كسافة للرموش بتبتدي بالنحية اللي جوه أما لو عايزة تدي طول بنبتدي بالنحية اللي فوق ممكن أستخدم الكسافة وبعدها أستخدم الطول لو أنت عينيكي واسعة الأفضل أن أنا أسرح الرموش للجنب أما لو عينيكي ديقة فالأفضل أن أنا أسرح الرموش لفوق علشان تديني وسع العيني اكتر وبكده نبقى خلصنا شرح كتالوج شهر واحد